طلب بونو هامون مساند مرشح ميلونشون مرشح أقصى اليسار لإفشال مخطط الفاس الذي أعلن تأييده للمرشح الحر مانويل مكرون خطوة أثارت انتقادات لذي اعتجاه مانويل فالس نتبع في تقريره دفتوان فالس الخائن الذي ألحق العارب الاشتراكيين رجل بدون شرف ولا مبادئ كانت هذه بعض الصفات التي أطلقت على مانويل فالس من طرف ساسة فرنسيين ونواب برلمانيين عقب تصريحه بدعم المترشح الحر للرئاسيات مانويل مكرون خطوة لم تكن بالمفاجأة الكبيرة ضد بونو هامون الذي يعتبره فالس سبب خسارته ومنطقة شرس لحكومته السابقة يعني انقسامات الحزب الاشتراكي هو حزب عبارة عن تجميع لمجموع الطيارات وصلت التناقضات والمسافات بينها ربما إلى درجة كبيرة في فترة حكم أولند نتيجة التوجهات أمون كان يدعو لإسقاط حكومة هو كان على رأسها وبالتالي أمون أعلن طوال أربع سنوات معارضة الشديدة لهذه الحكومة وسياساتها داخل الحزب الاشتراكي هم فعلا متناحران بين أمون بنو أمون ومانويل فالس إمانويل مكرون رد بشكر محتشم على هذا الدعم وأكد مرة أخرى على نظرية تجديد الوجوه السياسية نافيا أن يفوز فالس بمنصب محتمل لو أصبح رئيسا رغم هذا يرى كثير من المحللين أنها نظرية واردة سياسيا لا توجد مسافة كبيرة بين الإسنين ماكرون كان مستشار الرئيس وفالس كان رئيس حكومة الرئيس يعني بالتالي لا يوجد تنخضات سياسية بين الإسنين وفي حين قال فالس أن دعمه لماكرون ليس تحالفا أو انضمام بل هو خيار المنطقة خرج عموان صمته وطلب الدعم من ميلوشون ممثل أقصى اليسار ليقف في وجه ما سماها بمحاولة تقسيم الحزب الاشتراكي وخيانته لقناة النهار هدى فتوان باريس